ظلال أصيل ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في خلتنا الثاني أو ضيفنا الثاني وهي منظمة منتجون لدعم وتنمية الأسر المنتجة ودمية الأهمية بمكان كان لازم نتكلم عنه في هذه الحلقة باحتبار أنه يمكن أن نوظف من هم ومن هم في البيوت الأمهات بالتحديد يمكن أن يقوموا بإنتاج كفيهم شظافة العيش بالضرورة المنظمة تشتغل في الشغل ده وأنا سعيد جداً بأن يكون معي أستاذة سالر يا حسن هوري هي الأمينة المالي لمنظمة منتجون لدعم وتنمية الأسر المنتجة مساء الخير مساء الخير كيف الحال؟ بخير والله يلا يكريون يسلم يا رب من وين جاءت الفكرة؟ منظمة منتجون هي فكرة كانت وليدة لرقبات قوية جداً لأخوة وهنا نحن مجموعة طبعاً بقدر أقول من من المنتجين وماشاء الله يعني المؤسسين منظمة منتجين نفسها هم من قادة المجتمع من دكاترا ومهندسين زراعيين ومتخصصين في مجالات عديدة قلبهم على البلد وقلبهم على الانتاج وعلى الأسر وعلى تحسين الوضع بتاعهم في ظروف الصعبة اللي حصلت في الفترة الفاتة دي باعتبار كان فيه يعني شح في الانتاج والعمل وسوق العمل والحركة فجاءت المبادرات من داخل قروبات الأسر المنتجة اللي هي كانت بيدعين الناس على التدريبون وإنه يوفروا أغلب احتياجاتهم في البيوت والتفاصيل الصغيرة دي وكان لابد إنه الحاجة دي تكون حاجة مؤسسة لأنه زي ما رأوا الأخوات أنا بحيبن هنا طبعا الرئيس اللي هي أستاذة إلهام الجينيت هو أستاذة نجاد بطران وكل المكاتب التنفيذية فكان قلبهم شديد على موضوع الأسر المنتجة دي لأنه بعد ما بدوا الانتاج المشاكل بدأت تصهر فكان لازم من وجود حلول وأي حلول عشان تبقى لازم يكون في مظلة رائعة للأسر دي وعشان تحل مشاكلها وتقيف معها طيب كويس نحن محتاجين نعرف حبك إذا موش شنو يعني أسرة منتجة لما نقول الجملة دي يعني أنا أفرض فهم شنو أسر منتجة الأسرة المنتجة نحن هي أسرة بتشارك في الاقتصاد المجتمعي أو باعتبارها يعني لنموذج للاقتصاد الجزء يعني حاجة صغيرة كده أسرة صغيرة بتنتج ممكن أشيل بتنتج هذا أول بتكتفي هي منه والبيفيد بيكون مصدر دخلي لها في إنها بتوزع على السوق الصغير أيها فهدف المنظمة إنه مش الأسرة دي تكتفي وتنتج وتدي السوق الصغير هدف المنظمة إنه الأسرة دي تنتج وتطور إنتاجها لإنه يغزو العالم ولا مسوق الصغير وبس نعم إذ أسست المنظمة دي في اتنين وعشرين نوفمبر آآ سنة اتنين وعشرين وكان لكم سنة يعني الضبط تميت سنة سنة ما تميناش سنة نحن يا دوب آآ في أول شهور لينا اتنين وعشرين بدأتو؟ نعم اتنين وعشرين نوفمبر آآ حداشر احتمدتو على الأسرة المنتجة إنتم؟ نعم اتمنى آآ يوح كان في قروبات يعني عملت استمرت أكتر من سنة الغروبات دي والناس خلاص أخذت خبرات في مجال العمل وبدوا يفتحوا الأسواق نعم والناس اتعرفت علي بعض وعلى الناس يعني آمنت بأفكار بعض وبدأنا نكون قروبات متخصصة نعم كله قروب متخصص إذا قروب السعانين للاكتفاذاتي بتاع الحليب القروبات مثلا بتاعت الدواجن السعانين لي من سعين طبعا حتى نعط دحكة ممكن نقول لأ الغنام نعم الضبط له السعين بالتحديد يعني مسيرك بل لون طيب عندنا قروبات الأبقار الحلوب الدواجن طائرة السمان كيء المخبوزات مثلا قروبات البخارة يعني بتجي تلقى أي حاجة أنت بتحتاجها كأسرة عشان تستخدمها لحد الممكن الزينة في الطربيزة الملايات المفارش يعني القروبات بتاعتنا قروبات واضعة جداً بتغطي كل احتياجات الأسرة نعم إذا قلنا ده دي الهداف على المستوى القصير الهداف على المستوى البعيد يعني ما في أسرة ممكن تكتفي لمدة شهر بعد ذات بيحصل لها عسار تفقي دراس مالة مثلاً وبعد ذات تتوقف لا تدعمها كيف أنت الأسرة أيوة نحن طبعاً في البرنامج بتاعنا عندنا الإحسار وما الإحسار دي نحن لسه أمامنا قدر نقول الأسرة دي تم إحسارة لأنه البرنامج اللي قائم عليه هو المنظمة اللي هو إنها بتدعم الإنتاج وبيتكون جمعيات إنتاجية الجمعيات الإنتاجية بتتتكون من الأسرة المنتجة يبقى الناس لما تشايل بعض فأكيد يعني الليلة أنت لما تنقص الكبير بيتم لك يعني فبرضو دعمناها بالتدريب دعمناها بالتمويل اللي هو فيه روسة موال خارجية ذات صيغة يعني عندها صيغة عالية بالمنظمة نعم فبرضو فيه الدعم المحلي عندنا بنوك من هنا نحية ببنك اليدخر نعم فرع النموذي دي جيهات أبوابه مفتوحة مفتوحة للتمويل للأسرة المنتجة وللجمعيات الإنتاجية نعم ممكن نفسا إحنا المشاريع بتاعتنا الآن الجاهزة لأنه النفذة في 23 يعني بالرسمة ما المبدأي بسيط جدا يعني باحتبار الميزانيات الكبيرة لكن يعني مستهدفين ألفين أسرة بسيطة وبرسمة لثنين مليون دولار اثنين مليون؟ اثنين مليون دولار للأسرة الوحدة؟ لا المشاريع أنا طبعا قلت قارة قم لا معقولة ما قدر كده نعم هي حاجات بسيطة الضمانات شنو يعني بشلو شنو ضمامية الأسرة عشان أن أسرة جاية تقدم عاوزة رسمها شنو تشيكات ولا؟ رضا نحن البرنامج حقنا مختلف نحن هنا من الأهداف أو من الأشي الأساسي عندنا نحن في المنظمة التي تستند عليها المشاريع بتاعتنا إنه الزيادة الرأسية للإنتاج طيب سوى جمعيات زراعية اللي هون حقك أعلى إنتاجية للفدان إذا مثلا الانتاج الحليب وغيره أعلى إنتاجية للبان بل إضافة للدواجن إذا كان بالنسبة للحوم أعلم مستوياته التحول للحوم وبرضو للبيض طيب وتجي كده الكلام ده نحن ما قلناه بس هي يعني عبس الكلام ده نحن عندنا نحيي البروف محمد مبارك السنهوري اللي هو مخترع عنده براءة بتاعت اختراع تمت إهداء لمنظمة منتجون نحن عندنا نحن عندنا نحن عندنا نحن عندنا نحن عندنا براءة اختراع أفراد منتجون حدوها للمنظمة قامت عليها مشاريعنا يعني مشاريعنا ده نتيجة لدراسات بتاع الجدوى ومعالجة مشاكل وإيجاد حلول لمشاكل الإنتاج داخل البسر المنتجة على مرة الصينيين المضط نحن عالنيها عملنا السنة دي نمازج لشغل معين اللي هو الشغل بتاع الانتاج بتاع الدواجن اللاحم والبياط وزي ما انت قلت البراءة تحت الاختراعات اللي هي عبارة عن بطارية مصغرة متحركة بيرتبول يعني مجهزة كاملة مسجلة لصالح الدكتور ومهداء للمنظمة عندنا تاني بطارية للكهرباء ولا يشتوق الضبط؟ البطارية دي بتاع انتاج الدواجن بنفس النظام المغلق لانتاج البياط وانتاج اللاحم يعني حتى يعني فيها ممكن يضاف لها نظام بتاع طاقة شمسية أو بالكهرباء يعني ممكن تشتغل في كل مكان تسلم للأسرة اللي هي مترين في أربع متر فعلها براءة اختراع مسجلة برفوف سعة بتاعة ألف دياجة يعني تخيل مشروع زي دا انت ممكن تخده في يعني الناس المنتجين بالذات الشباب مشاكل في انه مثلا لو عايزين تقولوا سوق الدواجن انتاج البيض أو انتاج اللحوم بتواجههم الأمراض والمشاكل والقطوعات والكهرباء البطارية دي هي النظام المغلق بتاع الشركات الكبيرة معمول في حاجة صالة صغيرة متحركة ممتاز منها كميات؟ الآن طبعا برعاية الجمعية حيتم تمويلها وحيتم تمليكة للأسر طيب عندكم إحصائية للأسر اللي بنتو بيدعمها؟ نعم حتى لو بالتقريب يعني؟ والله أنا قبل قلت ليك مشاريعنا لألفين أسرة ونحن بادين يادوب المشوار في أول يادوب يعني السنة في أول شهر نتمنى أنه الألفين أسرة دي نحن السنة جاية نقعد قاعدة زيدي ونجيب لكم النماذج لأعمالنا إن شاء الله والله إحنا معاكم طيب الأسر بتستهدفوها؟ هل عشوائيا والأسر هي التي تقدم نفسها ولا تختار الأسرة كمنظمة ولا كيف؟ نحن عندنا قروبات مفتوحة طيب لكل الأسر هنا بيقدور إنه نحن عندنا مش معايير بنجيز بيها الأولوية بتاعت الوسر نحن عندنا دراسات بيقولوا عليها عموما يعني في التمويل وكده يعني دراسات فيه إنه الأنسب لك إنت شنو؟ الشي ما ممكن يوقع في إشكالية لأنه حتى التمليك والتمويل له ما إنك إنت بتدي الزول وخلاص ثاني يعني هتمشي تخليه لا يعني بيكون فيه معايير ليقياس النشاط بتاعك ونجاحه واستمرار لأنه إنت لما تنجح يبقى حتيجي أسرة وراك برضو حتيشتغل لأنه المال دا متحول من أسرة لأسرة ما فيه استرداد برضو صحيح نحن نغمي إنه فيداء فما موضوع بتاع إنه الأسر دينه ما تكون يعني مفتوحة كايز الذي يريد نحن نعذر في قاضينا التخصصية ومشاريعنا متنوعة يعني إن أئي جل بشيله وعايز تخصص فيه ممتاز يعني ما حاجة واحدة أنت قلت طبعاً يا ذا في بداياتكم لكن برضو في حاجة ما أعرف مفترض تخطوها في باركم يعني المنظمات كلها نجسوا ألثابت بالنسبة ليوم أنه كل المنظمات المبادرة هذه بتقوم على أساس أن السودان كله خرطوم أنه كده حده الجيلي وكده حده كثوبة يعني ولا تخيطي الأسر الأحواج هم القاعدين خارج الخرطوم ما أعرف خطتكم لهم شنو أنا بشرك أقول لك منظمتنا من كل بستان زهرة منظمتنا ممكن عندنا ناس داخل المنظمة من حلفة إلى أقول كل ولايات السودان يعني ولايات السودان بعمقي يعني مش ولايات السودان سهي يعني حتى المناطق المحايدة زي مناطق بياي مناطق شرقي دارفور مناطق نيالة يعني الدمازين القضاري نحن نحن الأربعة وثلاثين مؤسس والآن طبعا الأسرة كبرت كل الناس ديل من كل ولايات السودان وما موجودين في القرطوم ممتاز أيوه يعني حتى عندنا نحن المجلس الهيئة بتاعت الاستشارات يعني خارج السودان دكاتر وبرفات بنقولوا لنا التجارب الخارج السودان بيبدون لي وبيفتحوا لنا أسواق عالمية زي دكتور محمد عبد العاطي ده طبعا كانت عنده المبادرة بتاعت تدريب الصادر هو النجاح انه كان نشتغلنا تدريب للمجموعات لتدريب الصادر وانه عشان أي زلماء يتخوف من الأسواق العالمية ويعرف كل المراحل بتاعت التدريب بتفاصيل الدقيقة والبيع بره بيكون كيف يعني كل خضوات الصادر والتوزيع الخارج السودان وكانت مبادرة ناجحة جدا وكان مبادرتنا كانت تقريبا في زيت السمسم وجاب عادة صادر السمسم وأسى الآن صادر الكركدة وما زالت يعني وأسى دي تسريب طبعا وعندهم أسى صادر التسالي في الأيام الجاية لأنه أنا لاحظت لك زي ذكرتي الصادر الكثير والسوق العالمي نعم زي ذكرتها زي 3-4 مرات طيب نحن منتجنا ستاندرد إنه يبقى في السوق العالمي منتجنا هو الإستاندرد منتجنا في السودان أو موادنا الأولية الموجودة في السودان هي إستاندرد الصناعات العالمية لأنه تسالي بجينا مدن أجيب في المناسبة قعد يجينا من مصر جبلا في تاني حاجة أخطر بكيسو بس أبسط حاجة يعني أردمة أردمة الصوغ العربي صحيح الصوغ العربي يعني كل مستحضرات التجميل صحيح قائمة عليه عندك اللوبان اللوبان بيقول على لوبان البخور اللوبان تذكر هذا أيها حقنا حق دارفور يعني كل برضو الصناعات حتى الغزائية كل الحاجات جد جد والله أيها أنا أقسم يعني أقسم الكلام ده أمس بالتحديد مشيت أشتري طوم قال لي الطوم صيني صيني ولا سوداني طوم فقلت لك قال لي الطوم ده بيشي من هنا بس بجموكيس بشكل تاني طيب أنا أقول لك حاجات جميلة بسيطة نحن في ترتيبنا لها في شغولنا حق الأسرة المنتجة طيب عندك السمق مثلا السمق ده السمق الفهم المضغوط الألبان الأجبان الصادر الصادر السمق ده كما ينتج دولة ممكن الأسرة الخيالي ما مقتصط موضع الصادر الأسرة المنتجة ممكن تطور طيب السمق ده أصلا أنت لما ننزل للأسرة المنتجة أيوة التفاصيل أنا بس دائر المراحل دي بتستفيد منها طيب الأسرة المنتجة السمق ده عبارة عن غابة طيب نحن بالناس دي كلها في مناطق السمق للناس اللي بيمشوا هناك هي بيقولوا عليها حواكير نعم يبقى هي حواكير بتاعت أسر وحواكير بتاعت مجتمعات طيب كل حاجة بيمشي بيعملوها بيمشي الواحد يطق والسمق ويمشي بعد فترة يحصده طيب وين الغيمة المضافة لأن أصل منطقة الغيمة المضافة لأن أصل منطقة نعم بتاعت أول بنوريهم المنتجات بتاعت السمق الأولية بيمشي خام طبعا للأسف الشريط للأسف الشريط يعني بتصدر خام والله هو ما أسف لأنه ما في تدريب منتجك من هي تحتية ما في ذات ما في تدريب 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 لأنه المنتج ده كيف أنه يتقبلوا السوق العالمي التدريب ده في أنه أنت يا أخي لما تأتي مثلا تشيل السمق يعني يكون مضيف ما تكون حريص أنه ما البقع في الأرض ده مثلا تلمه برا وما يكون يجي مع بعض يعني هنا الناس لما تمشي تأتي مع السمق بتلمه كله مع بعض وبيتصدر كده خام بيمشي هناك يتفرز ويتمظف السحين العملية الأولى دي نحن درينا الأسر المنتجة هي تعملة هنا قيمة مضافة هنا سعر أعلى هنا عندك أزعار مدعددة صحيح ما تنسعر واحد أنا طبعا قصدت بالجملة دي أنه السمق العربي يمشي خام دي كارثة باحتبار أن السمق العربي داخل في أي حاجة تأتي براسك من القزاز لحد الدواء ما في حاجة بتبقى بدون سمق بإدباع هو هو بإدباع نظيف كده زي هنا قطع بلورات نحن عايزين البلورات تنتيج أسرة الله يفتع عليك يعني لو في بنية تحتية هنا بس ضبط يعني عندنا هنا يعني مصانع الأدوية كثيرة مصانع القزاز برضو ممكن نحن عندنا في قروبات نذي دكاترا متخصصين في المراعي متخصصين في الغابات يعني قادرين إنه ينوروا ويدربوا ويأهيلوا لأنه كيف المنتج حقق ده بس مشكلة السوق العالمي إنه ما بيتقبل المنتجن إنه بيتشال بطريقة عشوائية بس تاندرد ده الكلام نقول لك في الله الله الطريقة العشوائية دي إنه إحنا قاعدين ندرب الناس إنه ده المنتج اللي عايز السوق براء إنت عمل زيه لحد الدكوة البسيطة دي تسحانة بي جودة تنظفها بطريقة كويس يعني الحاجات دي فيه تدريب مستمر في غروبات الأسر المنتجة لإخراج المواصفات العالمية لأي منتج كلام كثير في الموضوضة لكن كما قالوا انتهى طبعا لسه نحن ما جينا للسروة الحيوانية ومنجيكم بعد ذلك الهدام لأنه نحن الشعب الوحيد اللي يجدع الجلود في عدة ضحية في الشارع والتظهر أنه جلد بـ 40 دولار قد ضبط المامكدود تحديدا البنسلة كويس يعني فمنجلد في الشارع ونحن عندنا برضو منتجون للجلود صحيح أيوة فالحوار كثير والأسئلة كثيرة جدا نتمنى نلاقيك ثاني في حوار ثاني إن شاء الله ونحن معكم طالما ينتوا بهذه نحن معكم بالترويج شكرا وبينو ترويجوا لكل الحاجة التي تعملوا إن شاء الله بإذن الله أشكرك جدا أديك العافية وسألي الريح سنخولي شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا